بارح شفنا صور جاية من الموصل في العراق الموصل في العراق عارفين حضراتكم من كام سنة لما داعش احتلت الجزء كبير من العراق وتمركزت فيه الموصل ما خلتش أخضر ولا يابس ابتدت تكسر في كل حاجة الكنيس جابتها أرضا الأماكن الأسرية هناك تكسرتها وعملت أي حاجة ممكن تتعمل وتفسد شكل الحياة وتفسد معنى الحياة عملتها داعش ما تأخرتش أنها تعمل كده وعشان احنا بننسى بفكر حضراتكم بصور الدبح للناس في الموصل بفكر حضراتكم بالستات اللي كانت بتتباع في سوق الرقيق في الموصل بفكر حضراتكم بالاغتصاب اللي كان بيحصل للسيدات في الموصل بفكر حضراتكم بالأطفال اللي كانوا بيتبهدلوا هناك ما كانش فيه رحمة لا على طفل ولا إمرأة ولا ضعيف ولا أي شيء دا داعش دا اللي كانت عايزة تعمله داعش يعني دولة الخلافة زي ما بيسموها لكن يعني بعد وقت من الزمن أراد الله أن يحول الظلمة لنور وكان الله عايز يقول لنا أن كل ظلمة هيجي وقته وتبقى نور ما تخافش وانطال الظلم وانطال الظلم مصيره ينتهي فامبارح شفنا صور لأجراس الكنائس في الموصل أجراس الكنائس في الموصل ابتدت تتعلق من تاني والكنائس اللي تبهدلت ودمرت ابتدت تتبني من تاني وابتدت تترمم من تاني على فكرة اللي بيرمم الكنائس هناك وبيهتم بيها مش بس المسيحيين في المسيح المسيحيين ومسلمين في المس لأن المسلم هناك يعني دا العذاب ودا المرار أكتر من المسيح أو زيه زي المسيح يمكن المسيح قدر يهرب بره المدينة خالص لكن المسلم هناك تبهدل المسلم اللي عايز يعيش في هدوء وسلام ورافض لهذا الفكر البغيد كان متبهدل فشوفنا الحقيقة ترتيب الأوراق من جديد وكأن الله يرتب هذه الأوراق من جديد ابتدت أجراص الموصل تدق من جديد كنيسة ماريتومة لإخواتنا الأرثوذوكس السوريان الأرثوذوكس في الموصل مبروك عليهم البلد اللي رجعت والكنيسة اللي رجعت مبروك عليهم البلد اللي كان بيموت وكان داخل في حفة الهوية وأراد الله أن يرجعه مرة أخرى الحقيقة أنا بشوف أن رسالة من ربنا لكل واحد فينا أن مهما طال الظلم الله موجود أن مهما طال الظلام الله موجود والنور موجود والخير موجود مبروك لكل شعب الموصل مش بقول الكنيسة بس لكل العرقيين لكل الناس في الموصل أن تدق من جديد أجراس الكنائس من هناك أن تعود الحياة من جديد في الموصل بعد حالة البغض وحالة الريبة وحالة الظلام اللي كانت موجودة هناك بسبب ما يسمى داعش فين داعش دلوقتي ولا حاج ولا حاج قعدوا فردوا سلطتهم وفردوا درعتهم ودبحوا في الناس لكن هما فين النهاردة الحمد لله مش موجودين دي كانت صورة جميلة جدا حابين نبتديها مع حضراتكم والناس فرحانة والعرقيين فرحانين والعالم كله فرحان هما بينشروا صورة السلام على الأرض الموصل في العرقي